السلام عليكم هذه الحلقة مخصصة لمناقشات ومراجعة كتاب اسمه السحر هو جزء من سلسلة مهمة اسمها مقدمة قصيرة جدا استعرضنا بعض الكتب من إصطارات هذه السلسلة والتي تصدرها جامعات أكسفورد المؤلف أوين ديفز هو أستاذ جامعي في إحدى الجامعات البريطانية له العديد من المؤلفات حول تاريخ السحر والشعوذة والأشباح قبل أن نبدأ يجب أن نوضح ربما وضحت هذا سابقا أنه مقدمة قصيرة جدا هذه السلسلة سلسلة مهمة عن التاريخ والسياسة والفلسفة وأحيانا سيار ذاتية لبعض الشخصيات ولكن كلها من مطلقات وجهة نظر علمانية حداثية على الأقل ما قرأته من بعد هذه الإصدارات حسب ما سمعت من أحد العاملين في مؤسسة هنداوي التي تترجم هذه الأعمال أنه ترجموا هذا قبل بضع سنوات أكثر من 150 عنوان هذا ما أذكر إذا لم أكن مخطئا وأظن أن كل أصداراتهم المترجمة موجودة بالمجان على موقع مؤسسة هنداوي فيبدو أنها مؤسسة غير ربحية هدفها هو نشر الأفكار ولكن يبدو أيضا أن مؤسسة هنداوي لديها توجه أيضا علماني في النهاية نحن نقرأ لمؤلفين أكاديميين يفترض أنهم موضوعيين إلى حد كبير لا كمانا سيظن لما نقرأ لهم في مواضيع لها علاقة بالدين فهم يتحدثون من منطلق لا ديني الحادي في الغالب نبدأ الآن في مراجعة هذا الكتاب ومناقشة أهم ما فيه الكتاب صدر باللغة الإنجليزية في عام 2012 وترجم في 2014 الطبعة الأولى في المقدمة يتحدث على الأصل الأصل ماجيك اللي هو السحر باللغة الإنجليزية من المجوس أو الماغوس كما في اللغة الإنجليزية فهم نفسهم الزرادشتيون أو كما ذكرت في أكثر من مرة على ما أذكر أنه هي نسخة معدلة أو محرفة من زرادشتيال البعض لا يستبعد أنه قد يكون زرادشت بنفسه نبيا قد يكون نبي محى إليه من الله ومرسل إلى شعبه في بلاد فارس هو قديم جدا يعتقد أنه عاش ستة ألاف سنة قبل الميلاد وهو أثر لاحقا على أديان أخرى أيضا المانوية والمزدكية لكن النسخة التي وصلت إلى بلادنا لأن العرب والمسلمون فتحوا بلاد فارس في فترة متقدمة في أيام الصحابة معركات القادسية فلذلك احتكوا بهذه الشعوب وبهذه الأديان واكتشفوها ومعروف يعني طبعا كان فيه صراع وحتى هم أيضا حاولوا اختراق الإسلام وتحريفه وهنا ظهر التشيع إلى آخره فالمهم أنه كانت هذه الأديان فيها تحريف هائل فيها السحر منتشر بشكل كبير لديها عبادة لثنائية أو يعني تسمى أديان ثانوية أو اثنينية في يعني ثنائي من الآلهة ما يشبه الإله هي في النهاية يعني عبادة لإله خالق وإله آخر له إبليس هو إله الشر ولكن في النسخة الأكثر تحريفا هو يصبح إبليس هو إله الخير هو الذي يريد الخير للبشرية معنى هو ليس الخالق من المفارقات أن ما بدأ تسرب هذه الأفكار السحرية إلى بلاد الأوروبيين كان من طريق الأغريق اليونان هي التي كانت مدخل هذه الأفكار تحديدها في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد بدأ حتى في ثغير صغير وحتى أفلاطوني قال أنه نزح إلى بلاد فارس وبابل وبدأوا يتعلمون هذه العلوم السحرية المغرية وكتب المؤرخ الأغريقي في القرن الخامس قبل ميلاد هيرودوت أو هيرودوتس كتب أن هؤلاء كانوا يعبدون أو يغنون الترانيم والتعاويد للآلهة في وقت شروق الشمس هذا يذكرنا بالحديث منع الصلاة عندنا في الإسلام في وقت الشروق والغروب لأنها تغرب بين قرني الشيطان فالشيطان إبليس شخصيا وحتى ربما أيضا من تحته من كبار الشياطين يعتبرون كل من يقوم بتقوس بما فيها اليوغا في هذا الوقت ويقوم بتقوس تقرب إليهم لذلك من يعبد آلهة أو أرواح هو في النهاية يعبد الشيطان حتى لو كان ما يعرف ما هو الشيطان وهذا ما هو موجود في الهندوسية والبوذية وأديان أخرى كثيرة ويقول أيضا أنهم كانوا مارسون تقوس من العربدة بما فيها نكاح المحارب نفس ما نجده لدى السحرة لأنه دائما التقرب إلى الشيطان بالسحر يجب أن يكون فيه ارتكاب للفواحش المهم أنه زرادشتية الشائع الآن في العالم كله يعني وإلى وقت قريب كان هو أنه هي أصل السحر ولكن سنكتشف أنه السحر موجود أو يعني هذا هي إحدى النظريات وهذا ما أؤيده السحر كان موجودا منذ بداية الوثنية والانحراف عن عبادة التوحيد هنا في عنوان تعريف الآخر السحر بوصفه اتهاما لما ظهرت المسيحية الأولى وهذا كان في ظل الدولة الرومانية بعدما يعتبرون أنهم صلبوا المسيح وظهر بولوس وقال أنه المسيح هو نفسه جيسس هو الإله يسوع وتجسد إلى آخره فهنا صارت هذه المسيحية الأولى محاربة من قبل الرومان الوثنيين المفارقة أنه كل طرف صار يتهم الآخر بأنه ساحر فالمسيحيون الموحدون اللي هم مثلثون يعني ولكن يعبدون إلها صاروا يعتبرون أنه الوثنيين الرومان سحرة في المقابل بالعكس الرومان اللي كانوا مسيطرين لهم الدولة اعتبروا أن هؤلاء عبارة عن هرطقة وأن هؤلاء المسيحيين أيضا سحرة لكن في النهاية نعرف أنه الرومان نفسهم يعني قسطنطين الأول هو الذي اعتنق المسيحي بعد ثلاثمائة سنة تقريبا من المسيح عليه السلام وصارت الديانة الأساسية لكل أوروبا هي المسيحية من المفارقات هنا أيضا يقول أن المسيحيين لما بدأوا يحتكوا بالمسلمين ربما حتى في أيام الحروب الصليبية وما بعدها صاروا يعتبرون المسلمين أو الإسلام نفسه هو دين غارق في السحر ينقل عن المبشر المعروف ساموال زومر هذه الفترة في القرن التاسع عشر وحتى ربما قبلها في الثامنة العشر أيضا كان في حلم عندهم في أيام الاستعمار أنه سنبشر وسننقل المسلمين إلى المسيحية مع أنه كان الشائع في بلاد الغرب لتغيير أديان الموحدين هو أن تنقلهم إلى دين المسيحي فكان يحلمون بذلك طبعا فشلوا واعترفوا بذلك يعني استطاعوا أن نصروا شعوب كبيرة في أفريقيا في شرق أسيا لكن ليس المسلمين حتى مع أن المسلمين فيهم جهل كبير يعني لك الحمد لله عندهم مناعة فلذلك يقول ساموال زومر اللي كان عنده بعثة تبشيرية في الجزيرة العربية تخيلوا يعني في معقل الإسلام يقول ما من دين توحيدي آخر تجد فيه السحرة والشعوذة راسخين بقوة كما هما في الإسلام هذا في ثمانينات القرن التاسع عشر يعني ليس من زمن طويل هذه فكرة يعني فكرة طبعا يعني استعمارية تبشيرية فيها احتقار للإسلام فيرد عليه مؤلف نفسه البريطاني يقول أنه هذا كلام فارغ وأنه أمريكا نفسها في نفس الفترة كانت غارقة بالسحر مع أنه كانت أمريكا متدينة جدا لكن مع كل ما فيها من مسيحية كانت غارقة بالسحر أكثر من بلاد الإسلام ويقول أنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو كان قبل زمر بمئة سنة تقريبا حارب بقوة الصوفية وما كان ملتصقا فيها من سحر هذا كلام صحيح طبعا ثم يقول أيضا أنه مؤسس الدولة التركية مصطفى كمان أتاترك لما أيضا أسقط الدولة العثمانية حارب التصوف وحارب ملتصق به أيضا من سحر وهنا يقول أيضا أنه في الهند نفسها والهند معقل للسحر كبير طبعا في أواخر القرن التاسع عشر ظهر فيها المصلح الهندي ساراسواتي وبدأ يحارب السحر الذي التصق أيضا بكثافة وأسس طائفة جديدة هندوسية أسماء ريا سماج حتى الآن منتشرة وموجودة وتحارب السحر أيضا نعرف أن البوذية فيها سحر وكل الأديان تقريبا تجد فيها طوائف تعتنق السحر هنا يتحدث أيضا عن الشيخ محمد عبدو المصلح المعروف الذي توفي في عام 1905 أيضا حارب السحر ولكن للأسف حاربه بقوة أكثر من الشيخ عبدالوهاب يعني محمد عبدالوهاب لم ينكر السحر كحقيقة محمد عبدالو للأسف والذي كان يعتبر نفسه سلفيا يعني مصطلح السلفية ما كان كما هو مفهوم الآن وهو الحنبلية لكن مع أنه كان محمد عبدالو الإصلاحي بالفعل وحارب الخرافات الصوفية لكن للأسف من أفكاره أنه أنكر حقيقة السحر فيعتبر أن السحر عبارة عن تخيل وخداع وهذا خطأ وخصص حلقة إن شاء الله لموضوع تلبس الجن وحقيقة السحر ونرد على هذه الأفكار هنا أيضا يتحدث عن أن السعودية حتى الآن تعدم من يتهمون بالسحر وذا كان أمثلة وأنه كان في عام 2010 بعد تأليف الكتاب يعني كان فيه إعدام لاثنين على الأقل واحد سوداني واحد مصري في السعودية طبعا هذا متكرر لا أدري إذا كان حتى الآن في أحكام جديدة لإعدام السحر لكن القانون السعودي الإسلامي بالفعل يعدم السحر إذا ثبت عليهم وهذا طبعا هو الحكم الشرعي ويقول أيضا ديانة الفودو مثلا ديانة نشأت كخليط من المسيحية الكاثوليكية والمعتقدات السحرية في دولة هايتي هايتي هي جزيرة أو جزء من جزيرة في الكاريبي قريبة يعني من كوبا من أمريكا أيضا فيهم الكثير من الذين شحنوهم للأسف كعبيد من بنين من غرب أفريقيا إلى هذه الجزيرة فلذلك حملوا معهم السحر اللي كان شائع في بنين وخلطوه مع المسيحية فظهرت ديانة سمى الفودو الفودو معروفة كسحر سحر شديد وقوي وأشهر ما فيه هو صناعة الدمى وثلاوة التعاويذ أو التلاسم على دمية ثم يغرزون دبابيز في مثلا يد الدمية فالضحية الذي يسحر يشعر بالألم بنفس المكان أو يصيبه مرض بالفعل بيده ثم قد يعني يحاول أن يغرز دبوسا في قلبه ليقتله وهذا يحدث نحن نعرف في الإسلام أن السحر والعين أيضا قد تدخل الرجل القبر كما في الحديث فقد يقتل بالفعل ولكن هذا يعني ليس كل السحر يقدرون عليه يقول أيضا أن الإسلام في أفريقيا هو دين أفريقي كلام صحيح مئة بالمئة يعني في نيجيريا في دول أخرى دخل التصوف يعني هو الإسلام وصل بالفعل في مسلمين على حق يعني بالفعل ومسلمون على صلاح ولكن هناك طوائف كبيرة يعني في كثير من المناطق حتى بما فيها السودان الأقرب يعني للمناطق العربية ولأصل الإسلام دخل فيها التصوف في تصوف سليم وفي تصوف مغرق في الخرافة واللي هو أصلا من خرافات أفريقية سابقة بما فيها السحر فلذلك ظهر إسلام أو صورة للإسلام مشوهة للأسف وحتى الآن هناك سحر وهذا أيضا موضوع معروف يعني الآن ننتقل إلى الفصل الأول هذه كلها كانت مقدمة أنثروبولوجيا السحر أنثروبولوجيا هو علم الإنسان كما يترجم هو علم ظهر في القرن التاسع عشر علم جميل ومفيد وأنا أقرأ فيه كثيرا هو بداية ظهرت في هذا القرن لما بدأوا في ظل الاستعمار باكتشاف الشعوب الأخرى طبعا هو يعني ارتبط بالسياسة كيف نستعبد هذه الشعوب أو نحتلها بفهمها بفهم أديانها وثقافتها وكذا فلذلك هنا بدأت محاولات فهم السحر ما هو السحر الناس أختصر قدر المستطاع أنا كنت يعني أشتغل على الأبحاث في هذا الموضوع مؤخرا وبالفعل يعني ما ذكر في هذه المقدمة يعني في هذا الكتاب هو كله على بعض المقدمة وبالفعل تلخيص جميل فلذلك هنا خلاصة تقدم لكم بالفعل يعني نظرة الغرب والحداثة للسحر البداية تكون مع هيبرد سبينسر أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا بريطاني توفي عام 1903 هو أول من نشر نموذجا تطوريا اجتماعيا للبشرية البشرية كانت متخلفة همجية بدأت يعني تتطور حتى وصلت إلى الحداثة الأوروبية هذا كان في أيام داروين نفسها يعني داروين نشر التطور البيولوجي لهو أنه إحنا نتطور من كائنات بداية في البداية بكتيريا حتى نصل إلى البشر يهو الأكثر تطورا هذه الفكرة نفسها نقلت إلى علم الاجتماعي الآن في نفس الوقت كان في منافس لسبينسر هو أدوارد تيلور هو الذي يعتبر مؤسس علم الإنثروبولوجيا وتحديدا الإنثروبولوجيا الاجتماعية وتحديدا أيضا فكرة التطور الاجتماعي كان أستاذ في جامعة أكسفورد واعتبر أنه الفكر الهمجي هكذا كان يسمون يعني نظرة استشرقية طبعا واستعمارية أنه الفكر الهمجي في القبائل الأولى قبل ما تظهر الدول والحضارة كان مرتبط بالسحر فبداية كانت سحر ثم صار الدين ثم العلم مع نهاية التطور أيضا تيلور هو الذي اخترع مصطلح العلم الزائف وألصقه بالسحر تحديدا العلم الزائف طبعا هو السودو سايانس وهو الفكرة أو الفرضية التي لا تستطيع أن تثبتها بالتجربة يعني ليست هي لم تثبت ولكن لا يمكن يعني لا يقبل العلم اختبارها وتجريبها فتبقى في خالة العلم الزائف ولا تنتقل إلا العلم التجريبي أو يمكن بحثها تجريبيا ولكن لم يحدث هذا بعد أو ما زالت هناك عوائق أنا هنا أتحدث خارج الكتاب هو وجه هجومه الكاسح إلى السحر واعتبره أحد أخبث الأوهام التي حيرت الجنس البشري جاء بعده جيمس فريزر هؤلاء كلهم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ونشر هذه الأفكار بين الجمهور في كتاب مشهور جدا اسمه الغصن الذهبي من ثلاثة عشر مجلدا ونشر بكثافة وخصوصا في المناهج الدراسية هنا بدأت أجيال تربع لهذه الأفكار أن هناك ثلاث مراحل للتطور الفكري الإنساني من السحر ثم إلى الدين ثم إلى العلم وأن فكرة لماذا نشأ الدين لماذا صاروا يعبدون إلها واحدا الفكرة أنه لما جربوا السحر لقرون طويلة محاولة يعني أن تعبد الطبيعة وتعبد البرق والرعد والزلازل والظواهر الطبيعية وتطلب منها أن تخفف من هذه الأحداث الكارثية أو تنزل عليك المطر أو تنبت لك النبات أو تساعدك في الصيد إلى آخره فلما فشلوا بدأوا يعبدون إلها واحدا أو حتى عدة آلهة لكن وثنية وليس سحر بطقوس سحرية معينة وما أنسى طبعا أن فكرة السحر لدى هؤلاء المؤسسين لعلم الاثرابولوجيا ربطوها بما يسمى الإحيائية أو الأرواحية والتي تسمى أنيمزم وهي عبادة الأرواح التي تحل في الطبيعة ما في إله واحد ولا حتى آلهة متعددة ولكن أرواح أرواح كثيرة تحل في الطبيعة وكل شيء حولك الصخور والجبال والأشجار والأنهار كلها عبارة عن أرواح وأنت تتوسل إليها وتقوم بتقوس لها وتقدم لها القرابين طبعا في النهاية كلها شياطين هم يرون شياطين ويتحدثون إليها على الأقل السحر الكبار يعني الشمانات تحديدا ويعني هذا ما هو عبارة عن يعني أنا دائما أسأل يعني لماذا خطر ببالهم هذا الشيء يعني هو لا يخطر بالبال بالفترة يعني أنك أنت تعبد جمادات إلا إذا كان في مؤهلات بالفعل ومقدمات فكان بالفعل هناك أرواح تظهر لهم في طقوس وهذا كله ذكرناه في حلقة عن الشمانية وأنا خصصت حلقة عن الحلولية وحدة الوجود وربما حلقات أخرى سابقة وأيضا في مقابلة مع قناة التناصح مؤخرا أيضا عن الثيوسوفيا فهم كانوا يعني سحرة وكانوا شامنات وكانوا يتحدثون إلى هذه الأرواح لهم شياطين الجن كانت تظهر لهم إما عيانا أو يسمعون صوتها أو في المنام أو في اليقظة غالبا طبعا إذا كانوا كبار سحرة فهي التي كانت تنشر بينهم هذه الأفكار كما عندنا في الحديث إبليس هو الذي أوحى لأول جيل من أجيال الوثنية والشرك أوحى لهم بصناعة الأصنام حتى يعبدوها في البداية حتى يقدسوا أو يعني يحتفظوا بذكر آبائهم أسلافهم ثم في الجيل التالي عبدوهم ثم بعث الله نوح عليه السلام وهذه بداية الوثنية فنفس الشيء أيضا بداية السحر كانت بتواصل مباشر وبانحراف مباشر من الشياطين وليست اختراع فكرة لأن هؤلاء يمكننا طبعا وجود شياطين نحن نتحدثنا عن كما قلنا أكاديميين حداثيين ماديين بعدها جاء أميل دوركايم يعتبر أيضا مؤسسة من الاجتماع في بعض المصادر عالم اجتماع فرنسي توفي عام 1917 لم يذكر كثيرا السحر لكنه عرف الدين بأنه نظام وحد من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة أما السحر عنده فهو جزء من الدين يعني ما اعتبره مرحلة سابقة ولا لاحقة على الأقل يعني ما يذكره هنا المؤلف فالسحر هو الذي ليست له كنيسة ولا معبد هو طقوس ومارسها الفرد جاء بعده ابن أخته مارسيل موس أيضا نقل هذه الأفكار ووسعها واعتبر أن الدين هو نشاط اجتماعي وأن السحر هو نشاط خاص واعتبر أن الدافع الديني تطور قبل السحر هنا انقلبت الفكرة سابقا فريزر وتيلر وسبينسر قالوا كما قلنا الإساس هو السحر على أيام القبائل الهمجية ثم الدين لما ظهرت دولة ومملكة ومعبد وكهنة هنا يقول العكس تماما الدين قبلها هناك أديان سواء كانت توحيدية أو وثنية شركية فيها أكثر من إله ثم جاء السحر بعدها لما قرر الأفراد اتخاذ الطقوس والمفاهيم المرتبطة بالقدسية وملأمتها لأنفسهم يعني أخذوا من الدين الأفكار وبدأوا يطبقوه على أنفسهم بشكل فردي فظهر من هنا السحر هنا أيضا ظهر الألماني فلهلمشمت ونقل هذه الأفكار وأيضا اعتبر هذا هو الأصل وقلب مفهوم سبينسر وتيلر من التطور من الإحيائية إلى التوحيد طبعا كل واحد عنده أدلة وكل واحد يدرس قبائل في أفريقيا مثلا وغيرها ويستنتج بعض الأمثلة ليؤكد نظريته أيضا لودفيك بيتكنشتاين من كبار الفلاسفة الألمان كان مهتما باللغة أساسا توفي عام 1951 كان أستاذا للفلسفة بجامعة كامبريج أيضا نقل بعض أفكار فريزر وكان متأثرا به وقادته قراءته للفلسفة اللغوية إلى صياغة السحر على أنه ليس علما سيئا وإنما فنا بلاغيا يعني مجرد وهم فهو إذن أنكر كل آثار السحر اعتبرها مجرد وهم وهو مقاله أيضا السابقون طبعا هنا ننتقل إلى مرحلة جديدة في علم الأنثروبولوجيا وهي الانتقال أو النزول من برج النظرية العاجي كما يقول المؤلف خلال القرن العشرين بدأوا الأنثروبولوجيين يسافرون إلى أفريقيا إلى شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية الهنود الحمر من بقي منهم بعد إبادتهم إلى أستراليا وبدأوا يدرسونهم عن قرب وعن كثب وبعض الباحثين صاروا يعيشون سنوات طويلة مع هؤلاء في القبائل طبعا هذا تفاني يعني يشكر لهم من هؤلاء العالم البولندي البريطاني مالينوفسكي طبعا هذا يعتبر من أهم مصادر دراسة الشمانية وفي عام 1942 عاش مع قبائل كثيرة في أستراليا وغيرها أنا قرأت له في مراجع أخرى بالفعل يعني أبحاثه مهمة جدا وهو ركز كثيرا على الشمانية وعلى العرافة والشعوذة والسحر في هذه المرحلة من الدراسة من تاريخ تطور الأنثروبولوجيا ما عادوا يقيموا هذه الأشياء يعني خلص تخلوا عن فكرة هذا وهم وهذا خرافة يعني صار هم هو البحث والرصد والتسجيل والتدوين والتوثيق كيف يفكرون من أين جاءت هذه الأفكار كيف يفكر هو الشمان والساحر تحديدا وكيف يعتنق هذه الأفكار وليس كيف أنا أنظر إلى أفكاري فأنا لا أحاول تفسيرها لأنه لو فسرتها وهؤلاء معظمهم كما قلنا ملحدين أو كلهم تقريبا وبعضهم مسيحيا فلو فسرها هنا يدخل في مجال آخر هنا صار ناقد ومفسر لكن الأصل في الأنثروبولوجيا أنك راصد الآن واحد مثلي مثلا أنا لما أدرس أنا الآن أدرس مثلا هذه الأديان في دراسة أكاديمية أنا أدرسها من وجهة نظر تسمى هنا نقدية دينية أنا أدرس مقارنة أديان فأنا أدرسها في ضوء الإسلام فأنا أعود إلى الأنثروبولوجيين واللي نعترف لهم بفضلهم هم عاشوا مع هؤلاء القبائل ونقلوا لنا الصورة بشكل سليم أو هكذا يفترض يعني طبعا نعترف بذلك ثم بعدها أنا أدخل هنا بأدواتي النقدية الشرعية من الوحي الإسلامي وأقول هؤلاء عندهم خطأ وصواب من هذا المطلق عندهم في المقابل أيضا من يفعل ذلك من وجهة نظر مسيحية لكن المقصود الآن أنه الأنثروبولوجي في هذه المرحلة بدأ يتجرد خلاص هذا هو الأصل قبلها ما كان قبلها أيام تيلر وسبنسر وفريزر كان عندهم دوافع كما قلنا استعمارية ووجهة نظر استعلائية فكانت في أبحاثهم والتي أنا رجعت لها أيضا وجدت الكثير من المجلات الأكاديمية اللي في بداية القرن العشرين 1903-1905 أحيانا تجد بعض المجلات الأمريكية البريطانية تقرأ يعني بنظرة يعني مقرفة يعني كلمة سافاج والهماجيين والقبائل الهماجيين المتخلفة هذه دائما موجودة في أبحاثهم ولا يقولها مباب الشتيمة ويعتبر أن هذا شيء مسلم به هذه قبائل الهماجية ويوصفها دائما بهذه الطريقة وأنها متخلفة وأنها نشأت قبل التوحيد فلذلك أقول أن هذا كله تغير لاحقا الآن أيضا في هذه المرحلة نحن نتحدث هنا عن منتصف القرن العشرين في 1953 ظهر كتاب الدين والثقافة للمؤلف النرويجي موفينكل قال أن السحر هو رؤية للعالم يعني هي بارادايم كما نقول أو وجهة نظر فكما ينظر المسيحي للعالم وجهة نظر خاصة به كما نعرفها أنا أنظر للعالم من وجهة نظر توحيدية أنا كمسلم يعني فإيضا السحر له وجهة نظر أو رؤية سحرية للعالم يقول أن هذه الأفكار تبنها بعض المؤلفين ولكن أيضا تعرضت لبعض الانتقادات وهي مجرد يعني إعادة تأويل أو إعادة إنتاج لنفس الأفكار التي ذكرها تيلور وهي الإحيائية أن السحر ينظرون إلى العالم أنه تحل فيه الأرواح يعني يقول أن هذا ليس فيه شيء جديد وأنه يتعرض أيضا لانتقادات هنا أيضا يذكر مثال لأكاديمية فرنسية اسمها جين السادة من موليد 1934 بدأت تتجه إلى السحر في أوروبا وهذا بالفعل ملاحظة مهمة يعني بدأت تكتشف أن الأرياف في فرنسا نفسها مليانة بالسحرة والإيمان بالسحر والإيمان بأثر العين والحسد وكذا هذا من بقايا ما جاء إليهم ومن بقايا الإيمان بالمسيحية أيضا المسيحية لا تنكر السحر وتؤمن بالتلبس وإخراج الجني أيضا على يد الكاهن وإلى آخره وتقول أنها بدأت يعني تعيش كما يعيش الأثيربولوجي مع قبائل في أفريقيا صارت تعيش مع بعض الأرياف مع بعض الريفيين في بلدها في جنوب فرنسا وفي جنوب إيطاليا وغيرها فيقول أيضا هي وقعت ضحية للسحر أثناء بحثها يعني أحدهم سحرها فلجأت أيضا للسحرة حتى يعالجوها كما نعرف أيضا السحرة لديهم القدرة على علاج السحر وهذا محرم عندنا في الإسلام على فكرة بعض العلماء في الإسلام أباحوه هذا ليس موضوعنا لكنه محل خلاف يعني وحتى أباحوه وضعوا شروطا المهم أنه يقول في سبعينات وثمانينات القرن العشرين صار ظاهرة يعني أنه علماء وطلاب الجامعات في مجال أثروبولوجيا صاروا يسافرون إلى جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا ومناطق في الدنمارك القرى والأرياف حتى يدرسوا السحر الموجود فيما بعد عصر التنوير يعني مفارقة مضحكة بالفعل حتى يقول أيضا في أسبانيا وفي سويسرا في مناطق كثيرة حتى في ألمانيا أيضا فبدوا يكتشفون أن ما كنا نبحث عنه في دول بعيدة هو موجود عندهم في أوروبا على بعد ساعتين فقط بالسيارة الآن الفصل الثاني وجهات نظر تاريخية يعود إلى تاريخ السحر ويقول أن زرادشت عاش ستة ألاف عام قبل زمن أفلاطون وهم يعتبرون أنه كان يعني على يده بداية السحر ثم جاء عصر فيتاكوس أفلاطون وديموكريتس الذين بهروا بالسحر وسافروا إلى الشرق حتى ينقلوا السحر إلى أوروبا ثم انتقلوا من الأغريق كما قلنا إلى بقية المناطق ثم يقول كيف السحر أيضا صار له تأويل خاص في المدرسة اليهودية المسيحية فيقول أن هناك فكرة الملائكة الساقطة اللي سقطوا مع إبليس هؤلاء عصوا الرب لما عصى إبليس الرب يعني فسقطوا من مملكة الرب مملكة يسوع إلى الأرض وإلى ما تحت الأرض إلى عالم جهنم أيضا فهؤلاء بعضهم كانوا يحملون معهم السحر وهذا مذكور في سفر أخنخ ويقول أيضا هناك يعني رواية على فكرة هذه روايات مذكورة في بعض الكتب العربية يعني هي من الإسرائيليات أن حام ابن نوح وكان أول من مارس السحر وهو الذي أيضا نقله بعد الطفان العظيم إلى ابنه مصرايم مصرايم يعتبر هو أصل المصريين وأخذوا منه اسمهم هذه كلها يعني روايات غير مؤكدة هذا كله كان قبل زرداشت هناك من يقول أن حام نفسه هو زرداشت هناك من يقول أن نمرود له كما تقول الإسرائيلية هو أول ملك في التاريخ يعني في عصر إبراهيم عليه السلام وهو من الجيل الخامس من ذرية آدم هو أول ساحر أو أول من مارس السحر وهناك من يقول أيضا أن النمرود نفسه هو زرداشت يعني في روايات كثيرة كله طبعا لا يمكن أن تأخذ به ولا تنفيه أو إذا يعني تعارضت مع رنصوس أخرى ممكن أن تنفيه لكن الأصل عندنا في الإسرائيليات يعني لا تصدقهم ولا تكذبهم ثم يقول في العصور الوسطى ذكر سليمان وبرز اسمه في الكتاب المقدس على أنه أيضا للأسف في رواية من محرفة عند اليهود يعتبرون سليمان ليسا نبيا بل كان ساحرا وللأسف يعني نسبوا إليه الكثير من الخرافات لذلك في القرآن بوضوح جاء تصحيح هذه الفكرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية لذلك تأويل هذه الآية في الكثير من كتب التفسير أن الشياطين التي يعني تتلو السحر على ملك سليمان هي نسبت إليه القصة الطويلة لا أريد أن أعطف عندها لكن الفكرة التي تكررت كثيرا أنهم أخفوا أو هو أخفى عليه السلام أخفى كتب السحر تحت عرشه حتى يخفيها عن الناس فلما مات أخرجها شياطين الجن وكما نعرف كان الجن يعملون في جيش سليمان وغالبا كانوا يظهرون للناس أو يعني على الأقل آثارهم وهذا مؤكد كانت تظهر فكانوا يصنعون لهم أي شاء من محاربة وتماثيل وجفان كالجواب فكان يستعملهم ويسخرهم أو الله جل وعلا سخرهم له طبعا فشاهد أنه بعدما توفي والقصة معروفة لما توفي وخرى إلى آخره فهم أخرجوا كتب السحر من تحت عرشه وقالوا هذا هو علم سليمان وهذا هو أصل ملك سليمان فهو استطاع أن يسخرنا وأن يستعملنا وأن يستعمل أيضا الحيوانات فهو كان يتحدث إلى الحيوانات ويعرف منطقهم يعرف كلامهم ولغتهم طبعا هذا معجز لأنه نبي وهو سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فهو سيطر على عالم الإنسان وعالم الجن وعالم الحيوان لكن لا نقول كل العوالم هذه في كل البشرية ما كان ملك لكل الأرض لكن سيطرته على هذه العوالم هذا خاص فيه ما أعطي لأحد من بعده ولا قبله فالشاهد هم قالوا أن هذه السيطرة كانت بسبب هذا السحر فنشروا هذا السحر والنشر طبعا ما كان على الملأ وإنما في الجمعيات السرية وحتى الآن الماسونية وغيرها تعتبر أنه هذا العلم الخاص هو علم سحر سليمان وهنا أيضا يتحدث عن متون هرمس الهرمسية هي من التقوص أو من العلوم أو ما يسمى بالحكم الحكمة الخاصة في الجمعيات السرية أيضا ثم يتحدث هنا عن الماسونية في القرن الثامن عشر كيف بدأت أيضا تتبنى هذه الأفكار وكيف انتشر مذهب القبالة أو الكابالة اليهودي كابالة يعني أو القبالة هي التي أخذت الأفكار اليهودية ودمجتها بالغنوصية السحرية يعني هي نسخة سحرية محرفة من اليهودية فهي لا تؤمن بالرب نفسه لا تعبد الرب يهوى بل تعبد الإله الآخر تعبد لوسيفر تعبد إبليس وعن طريق السحر طبعا يتحدث هنا مرة أخرى كما قلنا عن انتقال هذه الأفكار وانتشارها في أوروبا في القرن التاسع عشر من المؤلفين المهمين الطبيب النمساوي فرانس ميزمر هو الذي نشر فكرة التنويم المقناطيسي وللأسف حتى الآن هذا المصطلح شائع بين الناس تحديدا بلنا العوام التنويم الإيحائي يستخدم في إعداد العلاج اللي هي أنت ممكن تمارس أو تطبقه لكن طبعا فيه خطر يعني أنك أنت تنوم شخص بالإيحاء ثم تستخرج منه ذكريات أو تدخل فيه أفكار لتعالج إلى آخره طبعا علاج معترف به ما في أي خلاف عليه علميا لكن هو فسره بأنه هناك سائل مغناطيسي موجود في الحيوانات وفي البشر سماها مغناطيسية الحيوانية لما تقرأ تعريفها تعريفه لهذا السائل هو نفس الطاقة نفس طاقة الريكي والمانا التي يعالجون بها جماعة العلاج بالطاقة وأنا قلت أكثر مرة أنا لا أنكر وجود شيء كهذا هناك شيء خاص والله أعلم له علاقة بالروح ولكن لا نبيح هذا الأمر ويعني اعتناقنا لفكرة وجود هذا الأمر ليس له علاقة بإباحة استعماله والإباحة والحكم هذا أمر يحتاج لتفصيل لتحدث أيضا أنه في نفس العصر هنا ظهر أيضا ساحر فرنسي اسمه المستعار المشهور إليفاس ليفي ربما سمعتم به مشهور جدا توفي عام 1875 ألف كتابة سماه تاريخ السحر هذا انتشر كثيرا ورسم فيه أيضا عبادة بافوميت هذا الإله الذي على شكل رأس تيس ويجلس كصنم كبير ويطوفون حوله فهذه التقوس التي كانت تستعمل أو كان نسبت إلى فرسان الهيكل والماسونيين التقوس طبعا لا يصل إليها إلا من وصل إلى على الدرجات فليس كل ماسوني يعرف أنهم يعبدون هذا الإله لهو في النهاية الشيطان المهم أنه قال في كتابه أن السحر هو العلم الغيبي الخارق والعلم المطلق لأن هذه الأفكار بدأت تنتشر في هذه الجمعيات وبدأت كتبها تنتشر حتى بين عوام الناس بدأوا يفكرون أو يعني ينشرون فكرة أن هذه التقوس عبادة الشيطان ما يقولون شيطان طبعا بشكل علني ولكن أن هذه التقوس حوربت على يد المسيحية والأديان الأخرى لأنها هي العلوم الحقيقية وأن وراءها يعني حق مطلق وأنها هي الحكمة التي أجيئت بها الأهرامات والمعابد الكبرى وهيكل سليمان طبعا وهو رمز في نفس الفترة هنا ظهرت أثيوسوفيا لأن أتحدثت عنها في حلقة كما قلت حوارية مع قناة التناصح مؤخرا وهنا أثيوسوفيا على يد هيلينة بلافاتسكي التي توفيت في عام 1891 نشرت هذه الأفكار علنا فهي ألفت كتاب العقيدة السرية The Secret Doctrine ونشرت كل هذه الأفكار وأنه لوسيفر نحن أسألنا فهمه والأديان كلها غلط على غلط وأصلا هي مجرد أفكار نشرت بين الناس لأن الناس كانوا أطفال والحضارة كانت في بدايتها ولكن في نهاية الزمان سيخرج المايتريا اللي هو المهدي المنتظر أو هو جيسوس أو هو المسيح الذي ينتظرونه اليهود أيضا الماشيح إلى آخره أو حتى كريشنا هو الذي سيكون الرسول أو المقدمة لخروج وظهور الإله الذي هو إبليس سانات كومارا الذي يتواصلون معه قصة طويلة ذكرناها في حلقة خاصة إذن هي أيضا نشرت أفكار السحر وكل هذا ساعد على انتشار السحر فالسحر كان منتشن بكثافة بالفعل في أوروبا وأمريكا في تلك الفترة يقول أيضا أن روجر بيكن العالم واللهوت الذي ظهر في القرن الثالث عشر هذه أيام الحروب الصليبية يعتبر هو أبو العلم التجريبي هو أول من بدأ ينشر أفكار العلم التجريبي ونقلها من العرب إلى الغرب إلى أوروبا هو نفسه كان يؤمن بأن الأعشاب والأحجار والمعادل لها قوى إعجازية فكان عنده إيمان بالسحر في أمثلة كثيرة على أنه في عصر النهضة كان منتشر كثيرا أفكار الإيمان بالسحر وأنه له أثر مثلا جيوردانو برونو اللي توفي أو أحرق أحرقوا المسيحيين في 1600 إسحاق نيوتن العالم المعروف عالم الرياضيات وفيزياء ومكتشف الجاذبية كان مؤمن بالسحر أنا ذكرت هذا بالتفصيل على فكرة في كتاب مستقبل الخوف ممكن ترجعوله فهنا يذكر عدة أمثلة بالفعل على أنه في ترك الفترة كانت هناك أفكار منتشرة كثيرا وهي دمج العلم التجريبي نفسه بالسحر وهذا كان موجود عندنا جابر بن حيان وهو أيضا شخصية يقال أنه أهمية والله أعلم يعني يقال أنه كان ساحرا بنفس الوقت كان يؤمن بالكيمياء فالكيمياء كانت مختلطة بالخيمياء والاعتقاد بوجود خاصية سحرية للمواد وإلى آخره يعني العلم التجريبي لم ينفصل إلا يعني في مرحلة متأخرة عن الاعتقاد بوجود خواص سحرية للأشياء الآن في عنوان هل زال الوهم يتحدث عن ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني توفي عام 1920 يعني قبل مئة سنة فقط هو كان يعتبر أنه البروتستانتية هي أصل الحضارة يعني ينسب إليها نجاح الرأسمالية في أمريكا ثم في أوروبا فهو يمدح يعني البروتستانتية ولكن في نفس الوقت يعني هو يشن حملة على السحر ويعتبر أنه السحر يعني كان خرافة وهو الذي ظهر قبل الأديان والآخره هنا يقول أنه بعض المؤرخين انتقدوه وقالوا أنه التحرر من الوهم اللي يعتبره هو الدين أو جزء من الدين ما قبل البروتستانتية بما فيه الكاثوليكية طبعا أكيد الإسلام وحتى السحر كل هذا عبارة عن وهم فيردون عليه أنه هل زال الوهم أصلا يعني هذا هو السؤال الآن فيقول أنه التحرر من الوهم كان موجودا قبل الإصلاح الديني البروتستانتي على يد مارتن لوثر وكالفن فيعني ليست البروتستانتية هي أصل الإصلاح وأصل الانتقال إلى الأفكار العملية التي نشأت منها الرأسمالية والحضارة المادية اليوم وأيضا هناك رد من المؤلف بأنه انتشار الإنجيل هذه بداية الإصلاح الديني في القرن السادس عشر هذا ما أنه يعني كما يقول ماكس فيبر هو نشر الأفكار الإصلاحية بين الناس ونشر فكرة العمل وتقديس العمل لكن في نفس الوقت انتشار الإنجيل بين الناس ساعد على استخدام الإنجيل استخدامات سحرية في بعض الثقافات الشعبية فهذه مفارقة يعني كما يقول المؤلف الآن الفصل الثالث هل السحر نفسه هو مجرد وهم؟ يقول أن بعض الأغريق كانوا ضد السحر وضد الوثنية نفسه مثل أبيقور مثلا كان ينكر فكرة الأرواح ويعتبر أن العالم فيه ذرات ثم يتحدث عن ابن خلدون في العالم العربي الذي أنكر السحر واعتبره مجرد أوهام أو تخييل كما قلنا أيضا محمد عبده سابقا والباقلاني أيضا كما يقول وهنا حديث طويل على فكرة أنه الخلط بين السحر وبين الحيل أو خفة اليد فالكثير بما كان يعتبر سحرا هو مجرد خفة يد وخدع مارسها الكثير من الناس على مر الزمان فهذا أحد التفسيرات بأنه السحر وهم ثم في نفس الفصل هنا يتحدث عن سحر يحارب السحر يعني فكرة مهمة نقف عندها مثلا يقول أنه المرابطون الذين كانوا يحاربون الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا في جزائر مثلا كان بعضهم يمارس السحر أنا هنا لا أدري ما هي دقة الكلام بصراحة لكن طبعا معروف أنه السحر موجود في كل بلاد الإسلام وما فيها شمال أفريقيا في المغرب والجزائر منتشر لكن هو ربطه بالمرابطين لأن المرابطين تحديدا هم اللي كانوا مجاهدين يعني فالمهم هو يقول يعني بعض من يقوم بالمقاومة كان يقول أنه عنده قدرات سحرية فماذا فعلت فرنسا يقول أنه كان سلاحها لمقاومة السحر اللي استخماله الجزائريون هو إبراز ساحر فرنسي يعني نقاوم السحر بسحر طبعا هم الفرنسيين كانوا يعني عندهم سلاح فتاك اللي هو المجازر قتلوا الملايين من الجزائريين لكن يقول حتى يعني يتصدوا للسحر من الجزائريين فهم صدروا ساحرا اللي هو هودين المشهور واللي ألهم أمريكي ساحر أمريكي أكثر شهرة منه اللي هو هوديني ربما سمعت بهذا الاسم هودين توفي عام 1871 هذا الرجل كان يقوم بجولات في الجزائر ويقوم بعروض سحرية هي خفة يد كما يقول ليست سحر حقيقي حتى يتحدى السحر الجزائريين من العروض أنه كان يقول لأحد أعواني أن يطلق رصاصة بنتقية على بطنه فيخرجها من فهم يعني هي تدخل ببطنه ثم لا يموت ولا يتأثر ثم يفتح فهم ويخرج رصاصة فيقول يعني هذا كان يبهر الجزائريين في المقابل استطاع السحر الجزائري المرابطون أن يقوم بعروض مماثلة فعلوا نفس الشيء بسحرهم الله أعلم هو سحر حقيقي لا أدري يعني هو أصلا مؤلف لا يؤمن بوجود سحر حقيقي أصلا لكن يقول هنا وهذا المهم أن فرنسا امتعضت من أن السحر الجزائريون استطاعوا بالفعل أن يتحدوا سحرهم الكبير هنا اقتباس أعجبني مهم أنه نقف عنده قال الساحر الفرنسي هودين لما نجح في أن يقوم بهذه العروض أنه يأمل أن يفهم العرب من عروضه أن حيال المرابطين ليست سوى لعب أطفال تافية وبسيطة وأن هذا استلزم أن نظهر أننا متفوقون في كل شيء وأنه إذا ما ذكر السحر فليس هناك من يمكن أن يضارع الفرنسيين بمهارتهم فمن المضحك فعلا أنه يعني حتى في السحر هم يريدون أن ينافسوا الجزائريين والعرب والمسلمين بعدها يقول بدأت محاولات الطب النفسي لتفسير السحر وهنا أيضا يعني يتخبط وصاروا يعتبرون كل هذا عبارة عن هستيريا وأن هناك شياطين هنا يظهر اسم فرويد طبعا فرويد كان ملحدا يهودي ملحد وله كتابات على فكرة في التوحيد وأنه موسى هو الذي جاءب التوحيد وأن آخره فهو يتبنى نفس رؤية فريزر التطور من سحر ثم إلى دين ثم إلى علم فلم يأتي بجديد ولكن حاول أن يربط ذلك بعلم النفس فبالنهاية وجهة نظر علماء النفس هي أن السحر عبارة عن وهم وأن الدين نفسه أيضا وهم وسينتهي في عصر العلم هذا كان كلام فرويد بكل وضوح الآن ننتقل إلى فصل الرابع ليسميه كتابة السحر كيف تستخدم النصوص الدينية في السحر هنا فيه تخريف كثير وفيه سوء فهم من قبل المؤلف فيقول مثلا أن الحركة الوهابية هذا كلامه هو أنا هنا أقرأ تتهم الصوفية بأنهم من خلال تكرارهم لآيات القرآن يمارسون السحر طبعا كلامه هذا غير صحيح هم لا يتهمونهم بهذه الطريقة ولكن يتهمون السحر وليس صوفية أو السحر الذين يزعمون أنهم صوفية أو المنحرفون من الصوفية باتجاه السحر حتى يكون أكثر دقة فهم يتهمونهم بقراءة آيات القرآن بطريقة مقلوبة مثلا أو استخدامها في طريقة لكتابة الطلاسم بطريقة معينة تجزئة آيات القرآن بطريقة مهينة للقرآن إلى آخره هذا ليس هو ما يقوله المؤلف هنا يتحدثون عن كتاب الشيخ وحيد بالي هذا الشيخ مصري كان معروف في السعودية في أيام التسعينات تحديد له الكتاب مهم ويذكره بالاسم الصارم البتار في التصدي لسحر الأشرار وأنه ترجم إلى الفرنسية وإلى لغات أخرى وانتشر بأسعار زهيدة في أوروبا في الجاليات يعني بالمناسبة هذا الكتاب كان منتشرا جدا بسعودية أنا أذكر في طفولتي أنا قرأته عدة مرات كان منتشرا جدا والشيخ نفسه كان مشهورا بأنه يمارس رقيا ثم ترك كل هذه الأمور وهو يشتغل الآن بالدعوة في أفريقيا وانتشر مؤخرا خبر أنه تعرض للطعن ونجا والحمد لله من محاولة اغتيال فنرجو له السلامة يتحدث عن كتاب الطب النبوي الذي ظهر في القرن الخامس عشر لجلال الدين الصيوطي واضح أنه ليس فاهما يعني بدقة يعني ما علاقة الطب النبوي بالسحر هو ربما يريد أن يجمع بعض الأمثلة التي تظهر كيف قد تستخدم النصوص الدينية بالسحر فيذكر أنه تذكر صورة الإخلاص ويذكرها كاملة لمحاولة درء السحر أو العين أو الحسد فهو يخلط هنا بين الرقيا وبين السحر لأن الرقيا هي مضاد السحر تماما في يعني خلط عجيب ثم يذكر أمثلة أخرى من أديان أخرى مثلا في الهند عندهم كتاب أحد كتب الفيدات كتاب اسمه أثار ففيدة هذا هو الكتاب السحري الذي كما قلنا سابقا أنه قد حورب من بعض الطوائف الإصلاحية هناك أيضا كتب أو نصوص اسمها داراني سوترا في البوذية هي أيضا كتب سحرية هناك أيضا في التوراة اليهودية المزمور الحادي والتسعين وسفر الجيماتريا وأيضا في سفر اسمه شيموش طحيلم تعتبر هذه النصوص كلها لها علاقة بالسحر هو مرة أخرى يخلط بين التمائم الرقى يعني اللي هي ضد السحر وبينها سحر نفسه ثم يتحدث عن التمائم والأحجبة ويذكر أمثلة من أديان وثنية سابقة ويتحدث أيضا عن نيجيريا مرة أخرى كما قلنا أن هناك من يبيع مقاطع من القرآن يعني أحجبة مكتوبة فيها آيات القرآنية للحماية ولكن يخلط بينها وبين السحر مرة أخرى هناك من يستعملها بالفعل في السحر كما قلت ولكن هو ما عنده كما يبدو تمييز ثم يذكر المثال المهم أبرا كدابرا هذه كلمة تعتبر مشهورة جدا وكانت تكتب بطريقة معينة في الأحجبة أظنها هي كلمة عبرية هو حتى يعني يقول أن أصل للكلمة ما زال غامضا قد يكون ترجمتها الإسم المبارك وأنها استخدمت كثيرا في أوروبا حتى إلى القرن الحديث ثم يتحدث عن السحر الحرفي كما يسمي له علم الحروف ويقول أنه ابن خلدون تحدث عنه لما نتحدث عن علم الحروف إما يكون في اللغة العربية بين المسلمين أو باللغة العبرية في الكبالة فهنا يذكر أيضا سفر الزوهر نتحدث عن القبة لا تحديدا سفر أو كتاب الزوهر ظهر في القرن الثالث عشر على يد يهودي كان يعيش في أسبانيا في القرن الثالث عشر يعني أيام المسلمين في الأندلس اسمه موشي يعني موسى وهو نسب هذا الكتاب إلى أحد الحاخامات اللي كان يعيش في القرن الثاني الميلادي ولكن النقاد يقولون أنه ألفه من عنده ونسبه إلى حاخام وهمي وأنه يقول أنه أوحي إليه من قبل روحي هذا الحاخام في النهاية أنا أعتبر أنه من كتب السحر التي أوحت بها الشياطين إلى هذا الشخص والله أعلم لكن المهم أنه القبة له انتشرت كثيرا بعدها وتحديدا من كتاب الزوهر وترجم هذا الكتاب وانتشر كثيرا في الفلسفة الغيبية المسيحية والسحر الأفلاطوني المحدث خلال القرن السادس عشر إلى عصر النهضة وما بعد النهضة نتحدث بعدها عن كتب السحر هنا أول ما يخطر على بالنا كتاب شمس المعارف لأحمد البوني ذكرنا سابقا أنه ربما يكون شيخا صوفيا على عقيدة سليمة ولكن التهمة ونسب إليه هذه الكتاب فحتى الآن لا أحد يعرف بالفعل هل هو ساحر ولا رجل مسلم صالح الله أعلم يتحدث عن مؤلفات الساحر العراقي أبو يوسف الكندي يتحدث أيضا عن كتب سحرية انتشرت في أوروبا مثل الذي ذكرناه سابقا سفر شي مش تحيلم ثم هنا مرة أخرى كتاب الطب النبوي الذي لا أدري ما علقته بالسحر يقول أنه من الوصايا القرآنية يمكنك أن تتناول سبع تمرات من العجوة وهي الثمار المفضلة لدى النبي تأكلها في الإفطار لدرء السحر طبعا هنا مرة أخرى يخلط بين السحر ومقاومة السحر بعدها في الفصل التالي ممارسة السحر في أمثلة كثيرة لكن من ما لفت نظري مثلا من طقوس السحر أو تهيئة السحر شيء مقرف بالفعل في بعض الدول في أفريقيا يطلب بما نريد أن يتعلم السحر أن يشرب عصارة جثة يعني جثة ماتت فتعصر وتشرب وتقطر هذه العصارة أيضا في عينيه وأنفه هذا جزء من الطقوس المعروف عند الشمانيين لكن أنا أول مرة أفاجأ بهذه التفاصيل وأظن أن هذا الفصل تنقصه الكثير من التفاصيل لم يذكرها لأنه عندنا في الإسلام أو في العالم الإسلامي السحر طقوسه معروفه وذكر أشياء بسيطة جدا لم يتعمق كما هو واضح الفصل السادس السحر والعالم الحديث فهنا يوضح لك أن السحر ما زال مستمرا في أوروبا وأن فكرتهم أن السحر قبل الدين ثم جاء الدين ثم سيئة العالم يقضي على السحر ودين معا هذا كله لم يحدث بل في أواصط العصر الفكتوري في القرن التاسع عشر ظهر المذهب الروحاني تحدثنا عنه أيضا سابقا البداية كانت على ياد عائلة فيها بنتين مراهقتين اسمهم العائلة فوكس في نيويورك قالوا أن البنات كانوا بيشوفوا أرواح ويتواصل معهم أرواح الأموات ثم بدأت يعني ظاهرة هائلة في كل أمريكا ثم في كل أوروبا هوس للتواصل مع الأرواح فهنا ظهر مذهب الروحانية في موسوعة مهمة عن الروحانية كانت رسالة الدكتوراه مهمة جدا ممكن تعودوا إليها تحدث فيها عن كل ما لعلاقة باستحضار الأرواح لأن هذه أيضا الخدعة أو هذه البدعة للأسف انتقلت إلينا وصار للأسف يعني بعض حتى المشايخ حاولوا مثل شيخ طنطاوي جوهري أن يستحضر ثم قالوا هذا كل عبارة عن شياطين الشيخ محمد عبدو تحدث أيضا عن حضوره مؤتمر لإستحضار الأرواح وسمع الأرواح تتحدث ثم قال هؤلاء شياطين ليسوا أرواحا الغريب أنه هذا كان ينتشر بين علماء فيذكر مثال كرومويل فارلي من مخترعي التليغراف كان مهندس إلكترونيات توفي عام 1883 كان يؤمن بوجود تليغراف كهربائي مغناطيسي للروح وحاول أن يخترعه ولم يستطع فهنا يعود إلى فكرة أن الماسونية أيضا ساهمت في نشر هذه الأفكار بين العلماء وبين الماديين أنفسهم فهذه مفارق يعني من يؤمن بالعلم التجريبي كان أيضا يمارس السحر ويؤمن بوجود شيء مادي وشيء سحري أيضا خارج المادة وراء المادة وأذكر هنا أيضا في العالم الفني الحركة السوريالية مثلا كانت تؤمن بوجود هذه الأفكار هنا أنا أذكر من عندي يعني مثال أن الرسام دالي اللي هو مؤسسة سوريالية كان ماسونيا فلذلك هناك كثير من الأمثلة لأنه بين عالم الفن وعالم العلم والعوالم الأخرى وفي حتى عوالم السياسة فيه كان هناك الكثير من من يؤمنون بوجود السحر في أوروبا أمريكا فهنا يقول أيضا أنك لا تستبعد أنه في عالم التكنولوجيا هناك من يريد أن يحمي سيارته بالتمائم السحرية من الحوادث وأن هناك من يعتبر أنه الهواتف فيها سحر وأنه الكاميرا أيضا تمارس السحر إلى آخره يعني هو في النهاية يريد أن يوصل فكرة أنه حتى في العالم الحديث وحتى في أوروبا لا يمكن أن تستبعد وجود السحر أصل إلى الفكرة الختامية في الصفحة الأخيرة السحر جزء لا يتجزأ من الدين ولكن يمكن أن يكون مستقلا عنه فيمكن لشخص ملحد أن يؤمن بالسحر وبإمكان العلم تفسير السحر لكن لا يستطيع العلم تقليل أهمية السحر طبعا هذا كلام غير صحيح يعني العلم لن يفسر السحر لكن يحاول أن يقولك أنه هذه أوهام أو هي هستيريا أو كذا وأن ما يحدث من صرع للممسوس أو المتلبس به هو عبارة عن أوهام والآخرية طبعا هذا غير صحيح هذا ليس تفسيرا على الإطلاق لكن الفكرة الأخيرة والمهمة أن السحر سيظل دائما بديلا قائما والسحر جزء من الحالة الإنسانية يعني لا ينفك عن الإنسان مهما تطورنا فحتى لو عاشة البشرية عشرة ألاف سنة في المستقبل مع الذكاء الصناعي وروبوتات وكل شيء سيبقى السحر موجود والجملة الأخيرة هي الاعتقاد بأن السحر سيختفي في نهاية المطاف لا يعد كونه مجرد أمنية هذا كلام رجل كما قلنا لا يؤمن بالدين ولا بالسحر ولكن يعتبره شيء يعني خاص بالإنسان شيء مهم جدا في حياة الإنسان هو جزء من الإنسان نفسه من عقل الإنسان من تركيبته وإلى آخره مرة أخرى هو لا يقدم تفسيرا للسحر يعجز عن تفسيره لا يمكن له لأي عالم كبير مادي لا يؤمن بالأرواح أن يفسر السحر ولا حتى أن يقدم علاجا له ولا أن ينفيه لكن كما قلنا في البداية قبل مئتي سنة كانوا يقولون هو وهم وسيزول مع انتشار العلم لكن هو الآن يعترف وكل علماء الاثرابولوجيا يعترفون هذا لا يمكن أن يحدث وأنه تواضعوا يعني أنفسهم يقولون لعلماء الاثرابولوجيا الآخرين تواضعوا وتوقفوا عن فكرة أن هذا وهم وتوقفوا عن الاستعلاء على الآخرين من المؤمنين بالأديان والسحر والأرواح والآخره فهذا شيء طبيعي الإيمان به طبيعي حتى لو كنا نره وهما كما يقولون فوجوده شيء طبيعي وصحي وليس مشكلة فيمكن أن تكون هناك تكنولوجيا وتقدم كبير ومع ذلك من يؤمن بهذه التكنولوجيا بل يمارسها ويصنع فيها ويكون مبدعا فيها كما ذكرنا بعض الأمثل للعلماء كبار هم أنفسهم قد يبدعون في التكنولوجيا وفي العلوم ومع ذلك يؤمنون بوجود أرواح وهذا لا يضر هذه هي الخلاصة التي وصلوا إليها الآن فحببت أن ألخص هذا الكتاب لكم حتى نفهم فكرة السحر وإلى أين وصل ألماء الأنثروبولوجيا والاجتماع في نظرتهم للسحر والدين بشكل عام وللعالم الغيبي بعد أن تخلوا عن استعلائهم وتكبرهم ومع ذلك مع أنهم لم يؤمنوا بوجود العالم الغيبي لكنهم يتواضعون باعترافهم بأن هذه الأمور كلها شيء طبيعي شيء مقبول شيء لا يمكن أن نحاربه ولا يريدون حتى أن يحاربه فأرجو أني وفقت في تلخيص هذه الفكرة وسنواصل إن شاء الله في حلقات أخرى الحديث عن السحر وعن التلبس وعن أنه للأسف بعض العلماء المسلمين والدعاء من أيام محمد عبد وما بعد انتشرت بينهم هذه الأفكار فكرة أنه لا يمكن أن نلحق بالغرب إلا إذا أنكرنا وجود السحر أو حقيقة السحر أو تلبس الشيطان بالإنسان أو المس أو الآخر وأنه مرة أخرى أقول إذا أردت أن تلحق بالغرب حتى يرضوا عنك فيجب أن تنكر القيبيات كلها يعني هنا أنت لن تنتهي تبدأ بهذه الطريقة ثم لا تنتهي وإذا كنت تعتقد أنه لن نلحق بالغرب إلا إذا تخلصنا من كل هذه الأفكار فهم أنفسهم لا يقولون بذلك هو يقول لك ممكن تؤمن بتلبس الشيطان وبالسحر وتكون منتجا وتكون عالما كبيرا وهذا رأيناه أيضا في أمثلة كثيرة وذكرتها سابقا منها ستيف جوبس كان بوذيا مؤمنا بالسحر مؤمنا بالأرواح ومارس الماكروبيوتك لعلاج نفسه من السرطان ثم مات ولم ينجح هذا العلاج فكان بوذيا خرافيا إلى أبعاد درجة ومثله الكثير فهذه صارت ظاهرة منتشرة بينهم وبين كبارهم وبين مبدعيهم وحتى ما عاد هذا عندهم شيء ينفرون منه أو يسخرون منه كما كان سابقا وحتى بعضهم من يؤمن بذلك ما عاد يخجل ستيف جوبس ما يخجل من ذلك عادي جدا تكون روحاني سواء بوذي وغير بوذي أو ثيوسوفي أيا كان وحتى غالبا لا يسمي نفسه منتسب لأي شيء في نفس الوقت وعالم بذكاء الصناعي ولا يعلم آخر فهم لا يجدون هذا التعارض فما في دعي أنت كمسلم تنكر أشياء ثبتت في الإسلام فقط حتى تحاول أن تجد لها تأويلا لتقول أنه هذه هي سبب تخلفنا هذا سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته